طيب عندنا أكتر من خبر عندنا أكتر من خبر وعندنا موضوع أيضا في غاية الأهمية أنا من الناس اللي وبقولها صراحة كده أنا بحب السينما قوي وبحب كل أنواع الفنون بكل أشكالها ومهرجان القاهرة للسينما مهرجان لتاريخ مهرجان عظيم يعني تبقى سعيد كده وإنت بتتفرج على مهرجان القاهرة السينمائي ولما بتشوف كل الدول اللي حوالينا أين كانت الدول مهرجانات اللي بتعملها فأنت بتبقى طول الوقت حابب قوي ونفسك قوي أن كل المهرجانات اللي بتحصل في بلدك تبقى أجمل من أي مهرجان ممكن يكون بتعمل على مستوى العالم مهرجان السينما مهرجان لتاريخ مهرجان عظيم ومسمع جدا وسط مهرجانات العالم السينمائية كلها فكرة المزايدة على يعني مزايدة على الدين مش أهلا حاجة الحقيقة يعني نفسي نوصل لمرحلة إن احنا مش كل حاجة تبقى دخل أفباعد كده يعني على الفضي والمليان يعني الفن فن، الثقافة ثقافة، الدين دين، الصلاة صلاة ما حدش قال لحد ما بتقومش بالفروض اللي عليك أو بالطاعة اللي عليك أو لأخروض لما بنخلط الأمور دي ببعض، المسألة بتروح في حتة تانية خالص حتى بالموضوع الأساسي أو القضية الأساسية أو الحدث المهم يعني ما بحبش إن احنا نفرغه من أهميته أو من قيمته فكرة بقى يعني إنه نسمع عن غزوة السجادة الحمرة وفكرة إنه يبقى فيه ناس إذا كان مقيل هو اللي صح إنه المسجد في دار الأوبران برح في صلاة الجمعة ملع على أخرو ولما تملع الناس اللي عايزة تصلي وهي فيه المهرجان قالت طيب نصلي برا فصلوا برا فين؟ صلوا برا على الريد كاربت أو على السجادة الحمرة أمير رمسيس عمل بوست وهو مدير المهرجان ولما شاف صورة الناس وهي بتصلي الجمعة مبارح على السجادة الحمرة في الأوبران أمير نشر الصورة ونشر الصورة دي اللي أمام حضرتكو على الفيسبوك وكتب عليها غزوة السجادة الحمرة الدنيا تقلبت مسعى اللاقت وانتقدوا أمير رمسيس في إنه إزاي يسخر كده من المصلي لأنه في الحقيقة يعني الموضوع أبسط من كده بكتير الناس بتقوله الموضوع أبسط من إنه أنت تقول غزوة السجادة الحمرة فكرة الأزمات المفتعلة في مهرجان القاهرة أو في أي مهرجان مش لطيفة خالص موضوع أبو منطقة البساطة إنه قال إنه في مسجد في الأبرة جنب المكان اللي معمول في السجادة الحمرة وزي أي جامعة في مصر يوم الجمعة إنه لما المصليين المصليين المسجد بيمتليه بيتماليه الناس بتصلي قدام المسجد أقصد إنه أمير كتب بوست وبعد البوست اللي هو كتبه حزفه وكتب بوست تاني علشان ردود الأفعال كانت على البوست الخاص اللي كتبه أمير مدير المهرجان وكتب بعد كده بوست اعتذار إنه أنا ممكن يكون تعليقي اتفهم غلط وأنا يعني أحاول إنه هو يعتذر بشتى بالطرق الفكرة في إيه؟ الفكرة أنا بقول أرجوكو بلاش دايما لما يبقى فيه مهرجان أو أي مناسبة ناخد جزء منها ونفقد المناسبة الأصلية من أهميته أو من الاهتمام به الخناءة على السوشيال ميديا ما بين صلة برة والصلاة على الريد كاربت صح ولا غلط ولا إنه في مسجد لا إدت مالا ناس حتصلي برة كان ممكن تصلي في مكان تاني يعني مش عايزين دايما أنا أنا مش بقول اللي الناس علاقت هي اللي صح ولا تصرف أمير صح أنا نفسي بس ما ننساش دايماً الموضوع الأساسي ما ننساش دايماً أهمية الموضوع الأساسي ونتاخد كده في زاوية تانية أي أن كانت صح ولا غلط ونسيب أهمية الموضوع مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عظيم أنا بحب السينما جداً ودايماً بقول إنه الناس اللي ملهاش في الإبداع وملهاش في الإحساس بالسينما والرقية ده يعني بتخسر حاجات كتيرة الحقيقة ترجمة نانسي قنقر